النهاردة كنا بنتكلم كمان فيه ويمكننا بلف احنا في تنسيقية شباب الحساب والسياسيين مركزين عليه جدا وهيكون من الحاجات اللي احنا دخلين كمان فيها يعني في التكاتل البرلماني بتاعنا في مجلسنا ومجل الشيوخ وهي فكرة اصلاح الهيئات الاقتصادية لان انا بستدين ليه؟ لان انا عندي عجز موازنة العجز ده لازم امقوله باستدانة بينقصين الدين بشعيم يعني عشان بس بالسبة كل دول العالم 194 دولة في العالم مديونة كلهم منهم الدول الكبيرة كلها فمعنى ذلك ان انا عايز اجيب دين اقدر استفيد بيه كويس لو انا مشيت في الخطوة دي يبقى انا لازم الاول اعرف انا ليه بستدين عشان عندي عجز موازنة طيب ايه اللي عامل لي عجز موازنة ان انا عندي 59 هيئة اقتصادية تبقى للاخر موازنة منهم ما يقرب من 37 هيئة بيخساروا الاصل في الهيئة الاقتصادية انها طلعت فيه في السبعينات انها يبقى نموذج اقتصادي برا الموازنة عشان ما تقيدش بالاجراءات الحكومية والرطني عشان تتحرك بمرونة طب الهيئات الاقتصادية خرجت عن الخط المرسوم اليها وبقت عبق على الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية بتستدين وبتستدين محلي واجنبي ايه الحل لازم الهيئات دي ترجع للخط هستفيد حاجتي تستطيع انها تسدد دينها وتساعدني في زيادة الارادات اللي ان الفائد بتاعها جزء من الفائد بتاعها بيروح تبقى للقوانين كل حسب انواحها الفوائد دي بتروح للموازنة العامة فانا كمان خلقت فلوس اراد جديد للموازنة العامة اللي احنا بنسميه الحقيقة زلمال الجديد بعيدا عن الدرائب وبعيدا عن الارادات الاخر الموضوعات دي احنا كنا بنتكلم فيها النهارة كتنسيقية شعورة الحزاب والسياسيين لانها موضوعات احنا من وجهة نظرنا انها مهمة متخصصة ويجب ان يكون فيها حلول جزرية لان احنا لن نستطيع الاستمرار بهذا العدد من الهيئات الاختصادية الخاسرة طبعا عندي هيئة قناة السويس والهيئة العامة البترول من انجح الهيئاتين والحمد لله كمان بيوفروا فلوس للموازنة كمان اتكلمنا على فكرة ان لازم يبقى فيه رقابة برلمانية لصيقة للقرد احنا وحداك نقف البرلمان وعارف ان القرد لما بييجي احنا لا نقترض الا بموفة البرلمان طبعا فالبرلمان بيوافق على القرد ثم يرى نهاية هذا القرد او العائد بتاعه او استخدامه في الحساب الختام قد يلحقوا النواب الحالين وممكن الدورة اللي بعدها لكن مفيش لجان بتابع الاستغلال الامثل لهذا القرد ويمكن تقرير الخطة والموازنة السنة دي والسنة اللي فاتت عن الحساب الختامي كان ابدا ملاحظة على متكررة من السنة اللي فاتت والسنة دي على فكرة ان هناك قرد من البنك الدولي بخمسمائة مليون دولار لتنمية محافظتين زي سهاج وإنا لكن ما تصرفش منهم الارقام زغيرة وللأسف راحوا فيه استخدامات زي شراء سيارات وهجاز وكان فيه ملاحظات موضوعية والبرلمان قسرها في المناقشات العامة عشان كده احنا اقترحنا النهاردة كتنسيقية ان يبقى فيه لجنة لصيقة من البرلمان لمتابعة تنفيذ القرد يبقى وانا شغال في القرد فيه لجنة منبسقة من لجنة الاقتصادية من اللجان المختصة تبص على القرد ده استغلاله امسل ولا مش امسل مشين احنا على الخطة بالمزبوط وفي المواعيد ويبقى فيه مؤشرات قياس للقرد ده الاختصادياته النهاردة من الاطرحات اللي تقالت وإحنا كنا متبنينها في مناقشات الموازنة القانون المالية العامة أثناء مناقشته في مجلس شوخ وفي مجلس النواب هي فكرة الاسراع بتنفيذ موازنة البرامج والأداء خلينا نصرحة الموازنة الحالية اللي احنا ماشيين بيها اللي هي طريقة الأبواب والبنود من الموازنات المعقدة في قياس الأثر بتاع الصرف فيها تقدرش تتبعها قوي يعني دايما تتابع الانتهاء بتاعها لحساب الختام البرامج والأداء مزتها إن كل برنامج جي مؤشرات قياس ومستهدفات فتقدر وهو شغال طول السنة انت بتتبعه فلو فين حراف عن الخط العام تقدر تجيبه بدري بدري فيبقى فيه رقابة بالبلد كده قبل ما المشروع يخلص ما نستناش لغاية ما السنة المالية تنتهي ونجيب الحساب الختام إذا كان في الأمور أمور أبكي على لبن مسكوم يعني بهذا المعنى فده بيديني كمان إن أنا ما عنديش أموال مهضرة دي كانت مجموعة الموضوعات اللي اتكلمنا فيها النهاردة وكنا كمان بنتكلم على فكرة إن يبقى فيه تركيز أكتر على اقتصاديات القرد الفكرة مش إن أنا باقترد عشان عندي القدرة إن أقترد أو عندي فرصة كويسة فروح أجيب منها قرد لا الحقيقة لا أنا هجيب القرد ده جات في المناقشات وإحنا بنتكلم ممكن أثارها الأستاذ عفتاح الجبالي وإحنا بنتحدث هي فكرة إن رفاهية الجيل الحالي أو أو الأجيال اللي بتسترف دلوقتي إحنا بيجينا رفاهية من على حساب الأجيال القادمة فإحنا عندنا معضلة في الدين هي معضلة أخلاقية شوية واجتماعية إن أنا بريح الجيل ده أصاد أجيال تانية جاي يحملهم أعباء تاني حاجة إن أنا لازم أبقى عندي استهداف للقروض اللي بتساعدني على الخطة التنمية باش إن أنا استخدم قروض في الإنفاق الجاري يمكن أحد المشاكل اللي موجودة في هيكل الدين الحقيقي اللي موجود عندنا في مصر إنه دين تراكمي بالذات الدين المحلي لإحنا كلنا بنستلف عشان يعني نأكل ونشرب بنجيب تموين من الآخر فلده بنسميه دين للإنفاق الجاري الحقيقة ده مش مستحب للوقتي ماينفعش ولازم يبقى كل لو هنستدين او يبقى عندنا فكرة في الدين ان احنا نتجه الى ديون تكون ذات عائد ويكون ذات استثمار باستخدمها في الاستثمار اظن ان مجموعة المحاور اللي اتقلت النهاردة وحتى الاطرحات اللي طرحت من بعض المتحدثين كانت في هذا السياق زائد ان احنا كان فيه توافق شبه توافق عام على طرح احنا كنا طرحناه في الجلسات السابقة وهو وضع قانون لسقف الدين العام لازم عندنا قانون لسقف الدين زي امريكا ونبيش امريكا بس بقيت الدول احنا حاليا عندنا شبه سقف لان احنا في قانون بربط الموازنة احنا بنقول فيه سقف للوزير ان هو يستدين بالعجز او بالجزء المكمل الفرق بين الارادات والمصرفات لكن الحقيقة انه برضه في نفس القانون فيه تفويد للوزير ان هو وزير المالية ان هو يستدين طالما ان فيه فيه في النسبة المعقولة النصوص دي محتاجة احكام وربط عشان كده احنا بنطالب بقانون لسقف الدين مرحليا ممكن نعمله في قانون ربط الموازنة كل سنة نحط رقم لان برضه سقف الدين ده بيتحرك تبقى للخطة الاقتصادية والاجتماعية اللي احنا مهدفينها المستهدفات بتاعتنا في التنمية فبرضو اللازم السقف ده يكون مرن حتى في الامريكان وانت تعارف انه خلص بيحصل تصوير كل شوية كل سنة بيحركوا السقف يعني اطبع بيحصل تصوير